صلاح المحمدي أحد أبناء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز تنتابه غصة مع كل لقمة يمضغها جراء الإهمال والتخلي عنه دون معين في العاصمة المصرية القاهرة حيث يطلب العلاج من نفقته الخاصة ومرتباته دون الحصول على حقوقه المالية من اللجان الخاصة بجرح الحرب لا تقاضي أي ريال بما بالك بالأكل والشرب وإيجار الشقة وقلسات العلاج الطبيعية التي نصحنا بها الطبيب المختص صلاح كان أحد المرابطين في اللواء 84 مشامح واركتاف التابع للمنطقة العسكرية السادسة في محافظة صعدة قبل تعرضه لطلق النار اخترق رأسه ما أدى إلى تعرضه لشلل النصفي أفقده القدرة على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي لكن رصاص الخذلان أشد وقعا عليه من رصاص جبهات القتال أصبت في طلق النار بالرأس في قبل الثار أثناء المعارك مع ميليشيات الحوثية الإنقلابية والآن أتعلق على حسابي من الرواتب الخاصة يمضي صلاح أوقاته داخل هذه الشقة المتواضعة دون مرافق رغم حاجته الشديدة إليه ليطلق من هنا مناشدته للجهات المعنية بضرورة الاهتمام بفئات الجرحى وعدم التخلي عنهم كون ذلك من أوجب الواجبات لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن الثوابت الوطنية وناشد القيادة السياسية والعسكرية بمثلات عبد الرب منصر هادي ونائبه عليم حسين الحمر بالاهتمام بفئات الجرحى وناشد قيادة محافظة تعز بمثلات بنبيل شمسان محافظة المحافظة والشيخ سلطان البركاني رئيس مقرس النواب باهتمام بفئات الجرحى ليضحينا بأنفسنا من أقل هذا الوطن السفارة اليمنية أكدت أن جرح الحرب المتواجدين للعلاج في القاهرة يصلون إلى أكثر من 3700 جريح ويحصلون على رعاية الطبية والمستحقات المالية من قبل اللجان والملحقيات الطبية التابعة لوزارة دفاع على أمل أن يتم إدراج صلاح ضمن تلك الكشفات وأن لا يديروا له وأمثاله ظهورهم كحق أصيل من حقوق الجرحى ومن وفى وضحى ترجمة نانسي قنقر